بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في درس اليوم نكمن بإذن الله تعالى ما بدأناه في الدروس السابقة عن موضوع النسخ في القرآن الكريم وبختام درس اليوم بإذن الله تعالى نكون قد أتينا على ختام مادة علوم القرآن سأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد نبدأ مسلم بالله تعالى في موضوع درسنا كما هو ظاهر أمامكم النسخ في القرآن وهو الدرس الثالث من مواضيع النسخ بسم الله الرحمن الرحيم تناولنا في الدرس السابق النسخ في القرآن وكان درسنا هو الدرس الثاني نستذكر ما أخذناه عد الطرق معرفة النسخ ذكرنا في الدرس السابق طرق معرفة النسخ كيف نعرف أن هذا النص منسوخ؟ أي لم يعمل به الآن لا يعمل به كيف نعرف؟ ما هي الطرق التي نعرف بها أن ذلكم النسخ أن ذلكم النص قد نسخ ولا يعمل به ذكرنا ثلاث طرق قلنا أولا أن يذكر في النص ماذا لفظ ماذا؟ حسنتم إذن الأمر الأول أن يأتي في لفظ النص ما يفيده صراحة صراحة أن هذا النص قد نسخ مثل ما ذكرنا من أولئك القوم في حال الجهاد كم كان يقابل الواحد منهم؟ ثم بعد ذلك نسخ بقول الله تعالى الآن خفف الله عنكم إذن قد نسخ الأمر السابق كذلك النقطة الثانية مما يفيد أن ذلك النص منسوخ كذلك ذكرنا وجود ماذا؟ وجود ماذا تدل عليه؟ حسنتم إذن هذه النقطة الثانية أن يأتي في سياق النص قرينة تدل على أن النص قد نسخ كذلك ذكرنا أمرا ثالثا في طريقة معرفة النسخ ما رأيكم؟ أحسنتم كذلك الثالث أن يعرف تاريخ المتقدم والمتأخر ومن ذلك قلنا معرفة المكي والمدني حتى يعرف العالم أن ذلك النص قد نسخ فإذا كان ذلك النص قد نزل قبل الهجرة والنص الآخر نزل بعد الهجرة فيعرف أن النص المتأخر ناسخ للنص المتقدم أذكر أقسام النسخ في القرآن الكريم ذكرنا أخوان الطلاب خوات الطالبات عدة أقسام ثلاثة أقسام قلنا أن ينسخ ماذا ويبقى ماذا والأمر الآخر عكس الأول والأمر الثالث كلاهما ينسخان ما هما أحسنتم وفقتم الأمر الأول نسخ الحكم مع بقاء التلاوة القسم الثاني عكس الأول نسخ ماذا؟ سنتم نسخ التلاوة مع بقاء الحكم القسم الثالث ماذا قلنا وفقتم نسخ الحتلاوة والحكم أي كلاهما ينسخان النسخ في القرآن الكريم ودرسنا هو الدرس الثالث نبدأ ومستنع بالله تعالى هداف الدرس يتوقعوا من الطلبة بعد نهاية الدرس أن يكونوا قادرين على بيان الحكمة من النسخ إذن في درس اليوم نأتي بإذن الله على الحكمة من النسخ الحكمة من النسخ أولا من الحكمة من النسخ التخفيف على المكلفين لماذا؟ لأجل اختبارهم وامتحان صدق إيمانهم كما في نزول قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فقد نال المسلمين منه حرج شديد من نزول هذه الآية فلما وقع منهم التسليم والانقياد حصل بعد ذلك أن الله عز وجل أنزل تصديق ما في قلوبهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير ونزلت الآية بعدها بالتخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى ختام الآية هذا على الوجه على قول من يعد هذه الصورة نسخا هذا من الحكم التخفيف على المكلف في بادئ الأمر كل أمر في صدره سيحاسب عليه إن تبدوا ما في أنفسكم أي تظهروه أو تخفوه كذلك سيحاسبكم بإلا مشقة ربما الإنسان يعزم على أمر في سوء أو يكون في قلبه فقط فلسحاسب عليه يضمر في قلبي أنه سينتقم مثلا من فلان أو سيرد على فلان بقول ثم بعد ذلك لا ينتقوا بلسانه سيؤاخذ عليه في بادئ الأمر ثم بعد ذلك أنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤخذنا إن نسينا واخطان الآية فأظهر هنا الله عز وجل التخفيف على المكلفين وهذا من بياني نعمة الله عز وجل كذلك من الحكمة من النسخ التدرج في التشريع لحداثة الناس بالجاهلية ولا أخفى ما فيه من تأليف قلوبهم على الإسلام وتهيئاتهم لما أريدوا لهم نصر دين الله هذا كذلك من الحكم لا ينزل التحريم مباشرة ترغيبا وتأليفا لقلوب أولئك القوم أسلموا حديثا أولئك القوم مع النبي عليه الصلاة والسلام آمنوا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تحرم بعض الأمور من أمثلة ذلك الخمر تحريم الخمر ها هنا تحريم الخمر هل مباشرة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى أولئك القوم وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة هل حرم الخمر في مكة مباشرة ونزل تحريمه فاجتنبوه مباشرة يجتنب شرب الخمر أم كان هناك تدرج في التحريم حتى بعد ذلك ماذا حصل من الصحابة رضي الله عنه من الانقياد والسمع والطاعة إذن هذا هو المقصود من التدرج في التشريع لحداثة الناس بالجاهلية فالأمر الأول لم يكن فيه أمر بتحريم الخمر قال الله تعالى هذا الأول ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا الله عز وجل ذكر يتخذون منه سكر الخمر لكنه لم يوصف بالحسن الذي يوصف الحسن هو الرزق الذي تتاجرون به بتلكم الثمرات هو الرزق الحسن أما الخمر لم يوصف بكونه حسن بل يوصف بكونه سكرا أي يذهب العقل ثم بعد ذلك ثاني أنزل الله قول الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وصف الخمر بكونه فيه إثم كبير هذا الأمر الثاني ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما الخمر وأن كان فيه نفع لكنه قليل والإثم أكبر من النفع ثم أنزل الله الثالث يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا في حال صلاتكم إذا أردتم أن تقربوا تلكم الصلاة فلا تقربوا أنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون على ذلكم متى سيكون شاربا للخمر صلاة تلو صلاة تلو صلاة تلو صلاة تلو عقله ولا يعلم ما يقول إذا شرب ذلك من أمر الخمر فأصبح الناس في التدريج يجتنبون الخمر ويتركونه ففيه كذلك بيان للحكمة من الشريعة الإسلامية وأن تذلكم الأمر يحرم بأمر من الله جل وعلا هو أمر من رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتدرج الناس ويكون هناك تهيئة لهم الأمر الآخير بعد ذلكم نزل على قلوب الناس وعندهم استقبال لذلك الأمر ثم كانت النهاية مع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وهذا كل من التدرج في التشريع لحداثة الناس في الجاهلية ثم بعد ذلك تركوا شرب الخمر بلنقادوا لأمر الله جل وعلا كذلكم من الحكم من النسخ أظهار نعمة الله عز وجل على عباده إذا عرفوا أن ذلك الأمر كان فيه حرج وضيق بنوع سابق ثم بعد ذلك الله جل وعلا ينسخ ذلك الحكم الذي فيه الحرج والضيق بحكم أخف منه فيكون هناك ماذا إظهار لنعمة الله جل وعلا ومن ذلك مثاله عدة المتوفى عنها زوجها حيث فرض الله عليها أن تعتد عاما كاملا تخيل عاما كامل والمرأة تعتد إذا توفي زوجها قال الله جل وعلا والذين يتوفون منكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج أي سنة كاملة تعتد بوفاة زوجها تمكث في بيتها سنة كاملة وهذا الأمر كان موافقا لما كان عليه أهل الجاهلية فالجاهلية كانت إذا مات الزوج مكثت المرأة في بيت زوجها سنة كاملة وهذه المدة على وفاق ما كانت تعتد المرأة في الجاهلية فخفف الله جل وعلا على النساء بأن جعل العد أربعة أشهر وعشرة إذا لم تكن حاملا كما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسن أربعة أشهر وعشرة إذن الآن ظهرت النعمة ولم تظهر النعمة خفف الحكوم كان عام كامل حول كامل تعتد فخفف ذلك الحكم إلى أربعة أشهر وعشرة أيام كذلكم تطيب نفس الرسول صلى الله عليه وسلم ونفوس أصحابه بتمييز هذه الأمة على الأمم وإظهار فضلها وذلك بالنسخ ومثال قصة نسخ استقبال القبلة حيث كانت القبلة في بادة الأمر فرضت الصلاة إلى بيت المقدس القبلة إلى بيت المقدس ثم حولت بعد ذلك الكعبة وذلك كل متطيب نفس الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرنا لكم في الدرس السابق النبي عليه الصلاة والسلام في بادة قدومه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم توجه إلى بيت المقدس واليهود كان عندهم علم بذلك الأمر بتوجه عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وكان لهم رغبة بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يتوجه إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء متمنيا لهذا الأمر أن يتوجه إلى الكعبة بعد ذلك الله جل وعلا أنزل الأمر بالتوجه إلى الكعبة وترك التوجه إلى بيت المقدس فكان في ذلك ماذا تطيب لنفس النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نفوس أصحابه حتى بعد ذلك قالت اليهود لماذا فعل ذلك الأمر بل وقالوا ما حال أولئك القوم الذي ماتوا أثناء موتهم وكانت قبلتهم متوجهة إلى بيت المقدس والله جل وعلا بيّن أن له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وقال الله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوجه إلى القبلة إلى الكعبة إذن هذه هي الحكم الأربع التي ذكرنا في درس اليوم نأتي ختاما إلى مهارات حياتية المفتي لا بد له من الإلمان بماذا بالناسخ والمنسوخ لماذا المفتي يكون له هذا الأمر أن يهتم بالناسخ والمنسوخ ذكرنا أن العالم والمفتي لا بد أن يهتم بهذا الأمر حتى لا يوجب حتى لا يوجب على الناس حكما وذلك الحكم قد نسخ فلذلك نقول هذا العالم يتعلم هذا الأمر والعلماء يحرصون على تعلم هذا الباب يحرص على تعلم الناسخ ويحرص على تعلم المنسوخ وهذا الحكم قد نسخ وأتى حكم آخر مكانه وبدلا منه هذا كله أهل العلم يهتمون في هذا الأمر بل ألفوا في ذلك كتبا كتب الناسخ والمنسوخ وغيرها مما اهتموا بها في هذا الجانب كل ذلك قد تناوله أهل العلم في كتبهم نأتي ختاما بعد ذلك وبناء طلبنات الطالبات لقيم نفسك بسؤال نطرحه إليكم ذكرنا ما الحكمة من النسخ ذكرنا أربعة أمور أربعة أمور ذكرنا في درس اليوم فيها حكمة من النسخ وضربنا لكل واحد منها مثالا ما هو الأمر الأول قلنا ماذا يكون حكمة من النسخ الأمر الأول ما رأيكم حسنتم الأمر الأول في الحكمة من النسخ هو التخفيف على المكلفين وذكرنا في ذلك مثالا كيف أن الإنسان يكون في بادي الأمر أول الأمر الصحابة رضي الله عنهم كانوا محاسبين على ما في أنفسهم وعلى ما يقولونه إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ثم ذكرنا أن ذلك الحكم قد خفف وخفف الله جل وعلا عنهم فأصبحوا لا يحاسبون إلا بما يقولون وذكرنا الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون إلى ختام سورة البقرة كذلك الأمر الثاني ما رأيكم من الحكمة من النسخ؟ حسنتم كذلك وفقتم التدرج في التشريع وذكرنا لذلك مثالا مثال ماذا؟ مثال واضح قلنا مرة على أربعة مراحل ما رأيكم؟ ما ذلك من مثال؟ حسنتم تحريموا الخمر لم يحرم مباشرة لتعلقوا قلوب الناس به حرم شيئا فشيئا فشيئا حتى أصبح ذلك الأمر محرما فانقادت القلوب وانساقت وطاعت لذلك الأمر ألا وهو تحريم الخمر كذلك الأمر الثالث ماذا ذكرنا فيه؟ أحسنتم اظهار وفقتم قلنا في ذلك الأمر اظهار نعمة الله جل وعلا على عباده وان كان ذلك الأمر محرما في باد الأمر لكن الله جل وعلا يبين العباده أنه قد خفف ذلك من الحكم على وهو وربنا ذلك مثال حسنتم تلك المرة التي كانت تعتد حولا كاملا على ما كان عليها للجاهلية ثم أمرت عدتها بأربعة أشهر وعشرة إذا لم تكن حاملا كذلك الأمر الأخير من الحكمة من النسخ ماذا ذكرنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قلنا ماذا تطيب؟ أحسنتم الأمر الأخير تطيب نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفوس أصحابه وذكرنا لذلك مثال التوجه إلى بيت المقدس في باد الأمر ثم أمر عليه الصلاة والسلام بالتوجه إلى الكعبة وبختم هذه الأمور الأربع نكون قد أتينا على ختم النسخ في القرآن الكريم وكان درسنا اليوم هو الدرس الثالث وبتمام الدرس الثالث نكون قد أتينا على ختام درس النسخ في القرآن وبختام درس النسخ في القرآن نكون قد أتينا على ختام مادة علوم القرآن الكريم فبختام درس اليوم نكون قد ختمنا هذه المادة مادة علوم القرآن الكريم تناولناها وإياكم في تلك الدروس السابقة وفي درس اليوم وفي درس اليوم نختم هذه المادة سأل الله تعالى لي ولكم في ختام درسنا التوفيق والسداد والهداية والرشاد وفي ختام هذه المادة الحمد لله أولا وآخرا والشكر موصول لولاة أمري هذه البلاد على ما قدموه للتعليم كذلكم الشكر لوزارة التعليم ممثلة في وزيرها والشكر كذلك للمشرفين على هذه المادة والشكر كذلكم للمصورين والمخرجين والشكر كذلكم لأستاذنا في لغة الإشارة الأستاذ عادل أسويلم والشكر لكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات على حسن استماعكم والدعاء لنا ولكم ولكل من يسمع بالتوفيق والسداد والهداية والرشاد قائلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم يا رب العالمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ختاما نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمن أنفسنا والشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته